موسيقى مازلنا مع جمع الجوامع وقفنا في مسألة الأخبار في القول على مسألة فيما يفيد خبر واحد المسألة نحن ستضيها الكلام عليها الآن هي مسألة يجب العمل به يعني يجب العمل بخبر الواحد يجب العمل بخبر الواحد فيجب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة يجب العمل بما يفتي به المفتي وقلنا قبل ذلك أن خبر الواحد على أقوال ثلاثة هل يفيد العلم أم لا وبياننا ما ندين الله به بأن بأنه يفيد العلم يفيد العلم بالقراءة المحتفى والاتفاق في الجملة أنه يفيد العمل الحق أنه يجب العمل به كما قلنا في الفتوى والشهادة إجماعا وكذا سأل أمور الدينية أي بقيها يجب العمل فيه بخبر الواحد كالإخبار بدخول الوقت كما يحدث من المؤزن وإخبار أيضا المجتهد بتنجي باتجاه القبلة وبتنجي السلماء نعم قيل سمعا لا عقلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الأحاد إلى القبائل والنواحد تفرز الأحكام كما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قاما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل فعلا فدل السمع على ذلك وأيضا بعثا إلى المقوقس وبعثا إلى كسرى وقيصر في كل يقول أسلم تسلم نعم وقيل عقلا وإن دل السمع أيضا يعني من جهة العقل هو أنه لو لم يجب العمل به لا تعطر توقع الأحكام المروية بالأحد وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بذلك يعني العقل يمنع ويمتنع أن كل هذه المرويات يكون لا فائدة فيها أو منها ولأن الله جل فعلا ما أوحاها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا للعمل بها نعم وقاة الظهرية لا يجب العمل به مطلقا طبعا هذا لقوله جل فعلا ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع البصر فهذا كل أولاك كان عنه مسؤولة قال إي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا وقال قومون لا يجب العمل به في ابتداء النصب جاء هذا القول عن بعض الأحناف قال فقابلوا خبر الواحد النصاب الزائد على الحمصة أوسق لأنه فرع ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفضلان والفصلان هو أيضا العجدي لأنه أصل يعني وهو يقول بأنه لا يجب العمل به في ابتداء النصب النصاب يعني يعني فيما إذا ماتت الأمهات من إبل والبقر في أثناء الحول بعد الأولاد وتم حوله على الأولاد فلا زكاة عندهم في الأولاد مع شمول الحديث لها وهو قول أبي حنيفة قال لعدم اجتمالها على السن الواجب وطبعا الحق أنه معمول به في كل الأحكام الشرعية معمول به في كل الأحكام الشرعية بل كما قلنا بأن في الأحكام وفي الاعتقادات وقال قومون لا يجب العمل به فيما عمل الأكثر فيه بخلافه ولأن الكسرة في العمل بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل كل وهذا كلام ضعيف فيه نظر وهذا كأن نقول بأن هذا الحديث الحديث الأحد أصل بذاته مستقل وقالت المالكية لا يجب العمل به فيما عمل أهل المدينة يعني إذا خالف عمل أهل المدينة لا يأخذون مخال الوحيد وهذا أضعف أضعف مذهب المالكية بسبب هذا والحق أننا نقول لا نسلم في أن عمل أهل المدينة إجماع ولا نسلم بأنها حجة حتى وإلا فلما لا نقول عمل أهل مكة ومكة أفضل من المدينة ولذلك عياناً فإن الملكية ردوا أحاديث لحدهم يعملوا بها بسبب هذه العلة فإنهم لم يأخذوا أحاديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق وقوله إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق هو يأتي وينفي خيار المجلس ويمسقه بألمام مالك ولذلك كما قلنا بأنه ضعف مذهب المالكية بسبب هذا كانت علامة ضعف عندهم أما الأحناف فالأمر جلل صراحة وأما الحنفية فقالوا لا يجب العمل به فيما تعم به البلوة لا يجب العمل به فيما تعم به البلوة بأن يحتاج الناس إليه كحديث من مس ذكره فليتوضى صحاحه الإمام وغيره لأن ما تعم به البلوة يكثر السؤال عنه فتغضي العادة بنقله توترا لتوفر الدواع على نقله فلا يعمل الأحادي فيه قلنا لا نسلم قضاء العادة والآن هذا الأمر غريب جدا هو يقول فيما تعم به البلوة لابد أن ينتشر ويكون ذاعة وشاعة والناس جميعا يهتمون بنقله فمعنى أنه يأتي حديث أحد فلا يعمل به فعلى ذلك رد حديث من نسى ذكره فليتوضى قالوا هذا أمر أمر يعني يجغل الجميع جميع المكلفين فهذا أمر يجغل العامة فلابد أن يكون له يعني قراء و وأن لا يأتي لأنه أحد يعني أيضا يرد له من أجل هذا الزعم والتأصير وهنا أيضا ضعف الأحناف في هذا الباب في التعامل مع حديث الأحادي مشكلة كبيرة جدا أسعد الناس هم الشفعية والحنابلة في هذا الباب قالوا أيضا الأحناف قالوا إذا خالف روي راوي أعلم بمراوة ويقولون الراوي إذا خالف الرواية فالعمل على ما رأى لا على ما رأى إذا خالف الراوي الرواية فالعمل على ما رأى لا ما رأى ولذلك يقولون أن عائشة رضي الله عن أرضاه التي خالت أي مراوة نكحة غير إذن وليها فنجاح باطل هي زواجة من تأخيه فخالفت بفعلها ما قالت فالحجة فيها وهو وجهة نظر عندهم أنه قد يكون قد يطلع على ناسخ أو عنده الحديث الآخر يؤوله كل هذا خرص وتخمين كل هذا خرص وتخمين يبقى الأسلم أن نبقى مع الرواية لا مع الراوي فعندهم إذا خالف الراوي الرواية فلا يجب العمل به لأنه نمى خالف الدليل قالوا في ظني ولا يسير غيره اتباعه لأن المشتهد لا يقال مجتهدا فالذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسلوا سبع مرات في رواية قال يعفلوا الثامنة بالتراب وهذا هذا حز أبي هريرة أبو هريرة لما سئل أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات وصح سبع مرات وهو النقل عن أبي هريرة ضعيف النقل عن أبي هريرة ضعيف شوف قال أو عارض قياس كل هذه عراقيل أمام تمشيات الحديث والعمل والعمل به قال أو عارض قياس عارض القياس لم يكن رويه ولم يكن رويه فقيها يقولون بذلك أن نحن ردوا أحديث كثيرة يقول كل اللي عندهم في ذلك أن أنه يخالف الأصول خالف القياس فهم لا يقبلون من ليس بفقيه فيما خالف القياس يقولون أنه لا يفقه في هذا الباب نعم طبعا كانوا يردون أحديث كثيرة لأبي هريرة بسبب ذلك فإن الأقوال في معارض القياس أنه إن عرفت العلة في الأصل بنص الراجح في الدلالة على الخبر المعارض القياس وهدد القطعا في الفرع لم يقبل أي الخبر معارض رجحان القياس عليه حين أقتل أنه يقولون الفرع هنا الآن المقوي أو ظنن فالوقف عن القبول أو عدم القبول لخبر واحد لمعجود القياس أو لقياس وإلا وإلا تعرف العلة تعرف العلة بنص راجح بأن عرفت باستنباط أو نص مساوين أو مرجوح قبل قبل أي الخبر عندهم في معارض القياس لابد من شرطين حتى حتى يعمل به أولا أن يكون رأوا فقيها الثاني الأول رأوا فقيها لأن يكون فقيها يخالف الثاني أن تكون العلة في القياس منصوص عليها ليست علة مستنبطة وهذا كله مثل حديث لا تسر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعده فإنه بخير النظرين بعد أن يحلي بها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصع من طول وتسر العبل كما قلنا ربط أخلاف الناقة من أجل أن يعني النظر يراها بأنها كثيرة اللبنة قال أبو علي الجبائي لابد في قبول خبر واحد من اثنين يرويانه أو اعتضاد لو فيما إذا كان رويه واحدا كان يعمل به بعض الصحابة وانتشر فيهم لأن أبو بكر صديق رضي الله عنه وضاه لم يقبل خبر المغير من شعبة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السلس كلام غلط طبعا هو قبله وجاءه محمد مسلم فعدده وفي قول معك غيرك هذا تمام تأكيد لكنه ما زال أحد ففق محمد مسلم من صارف أنفذ أبو بكر وعمر أيضا لم يقبل خبر الموسى الأشعاري في مسألة الاستئزان ثلاثا حتى تلو سعيد الخضري كل ذلك موجه لأنه في الحالتين هذا كل هو أحد فطلب التعدد ليس العدد قبول الواحد بل للتسبت كما قال عمر وقال عبد الجبار لابد من أربعة في الزنا لا يقبل خبر ما دونها فيه كالشهادة عليه فإذا هذه عراقيل وضعوها أمام أمام الحديث الأحد أن يقبلوه وهذا كله أضعف هذا المثال هذا كله أضعف المذاهب التي ردت السنة وردت الحديث وقلنا بأن الأحناف أكثر من رد الأحاديث لأنه عندهم بعض الأصول قدموها على كل شيء وضعف مذاهبهم بسبب ذلك وخبر الأحد يوجب العمل في كل شيء كالبيع والشراء وعقود البيع والشراء وأيضا فيما تعم بالبلوة كما قال الأحناف ولو خارف القياس فالقياس هنا نقول فاسد الاعتبار لو خارف القياس فالقياس هنا نقول فاسد الاعتبار أنه صاد منصا ولا يقال خالف الأصول ولا عمل أهل مدينة فيجب عمل ولله الحمد والله سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم